اشتركوا في القناة لك تردخ لقراراتهم ولمصالحهم معظم الكواكب عم بيتراجعوا وهالشي بخلي خطواتك بطيئة أو بعرقل بعض المسار ما رح تحقق النجاح عبر مواهبك الشخصية بس بل من خلال مهارتك بيكسب ود الآخرين ودعمهم لإلك انتبه الآخرين كتير دورهم مهم بحياتك هلأ اذا بدنا نفسر خارطة الفلك منشوف انه تجعلك مرتهن لبعض الظروف أو لبعض الأداء بعلاقتك مع الآخرين سواء بالحياة الشخصية ام بالحياة المهنية انت مرن وماهر عزيز الجوزاء وبتعرف تتعاطى مع الناس وبتنجح بكل عمل بيطلب الانفتاح والانتشار والترويج والإعلان وما شبه المهم مهم انك تتنغم مع التيارات حولك وما تواجه الناس باعتراضات واستعراضات تركهم تركهم يقرروا شو ما بدهم وينقشوا ويعبروا عن رأيهم طالما الأمر مش زعجك ما في لزوم انك تفوت بهذه النقاشات وتعرض حالك لمواجهات انت شوي بتميل للإهمال أولا مبالاة هالشي يؤخذ عليك وربما بتلعب ورأي تلاستفزاز مع المقربين حتى كثير جدال يمكن ما يكون لمصلحتك نصيحتي لألك باستيعاب الأمور وتدوير الزوية وعدم البحث عن ردات فعل ما بتفيدك بشيء أبدا بها الشهر ما تترك أي وضع يتفاقم ما تزيد المشاكل أبدا ولا تخلي النزاعات توصل لعندك لحسن الحص ان ميركور ومارس موجودين ببرج هوائي مثلك هو الميزان وبيدعموك وبيلطفوا الأجواء وبيخلوك تتصرف بحكمة وبمرونة وديبلوماسية بالأوقات الحرجة بكرة بتشوف تلاقي حالك لحالك بلشت تدور الزوية هلأ أنا بلشت التوقعات بتحذيرك بس هلأ رح تمنك بأنه الشهر أفضل من سابقه وأنه يوم بعد يوم لح تتوضح الصورة وبيجعلك فلك تعاود الانطلاق إذا شعرت ببعض الجمود بيصطع نجمك ابتداء من تاريخ ستة مع الأمر الجديد بالميزان الأمر الجديد بالميزان كتير منيح لقلك مثل ما منيح للدلو وبيجيك دعم لمحالة ومحاولة البعض حمايتك بالجو بداية وانطلاقة ولو كانت عسيرة تتحلق لك فرص عمل خاصة إذا كنت عاطل عن العمل ويمكن إذا كنت تتمتع بكفاءة عالية تقدر على هالكفاءة وتستدعى لملء فراغ أو للقيام بدور معين المشهد الفلكي يثير حماسة شديدة جدا بمجال مهنة بين ستة وعشرين كما بمجال كسب الأرباح والعائدات كمان صحتك بتكون جيدة جدا وبترتاح لبعض الإجراءات أو بعض التطمينات بس لازم توسق بنفسك وما تشكك أبدا فيها عند كل مشكلة بيدخل فينيوس لمواجهة برجك بتاريخ 8 وبيستقر لآخر الشهر هالشي بيولد بعض البلبلة وبيفتح الباب قدام نقاش دقيق أو بيتحدث سعانة على غرمية يمكن تصير بعض المشاكل احتكاكات مواجهات أخذ وعطى إيه لأ بدي ما بدي بدك مش عاش بك بدك مش عاش بك إلى آخره وبيفتح الباب قدام علاقة كتير دقيقة وغير شرعية أو غير جدية بتتلاعب بعواطف الآخر أو الآخر بتتلاعب بعواطفك كل شي محتمل ابتداء من تاريخ 8 انتبه يمكن يشكك بعض مواليد الجوزاء بأنفسهم أو حتى بالشريك العاطفة ويمكن يتراجع وقدم فرصة معينة خوفا من تورط ما بيعرفوا نتيجته ويمكن يصير شي يجعلك كتير تيأس من بعض العلاقات أو تقول لها شو تورط فيها شو بدي بها الشغلة تندم تراجع نفسك الحذر جيد جدا بها الشهر خاصة إذا أنت بتميل التطرف لأن هالتطرف يمكن يشعلك تخسر فرص أو يخليك تفقد بعض الحزوز بإيجاد توقام روحك إذا نشأت خلفات مع الشريك أو الزوج أو الحبيب لازم تعالجها بسرعة وما تتركها تتفاقم كون صريح وما تختلق أعزار ما إلى معنى لأنه في عزر بيكون أقبح من زنب في بعض الأحيان بورتك بشي جديد استعين بوسيط لإيجاد ساحة للتفاهم وحاول أنك تصغي لنصائح الناس بيحبوك من الأقارب والأهل حتى ما ترتكب حميقة يمكن تندم عليها ترجمة نانسي قنقر